في أحد المحافل القرآنية رفع ابن ست سنوات يده طالباً للمشاركة بقراءة سورة الشمس ومن وقتها بات نجم المحافل القرآنية في محافظته ليتأهل بعدها للمشاركة في العديد من المسابقات المحلية والدولية من العراق أحمد البدري أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ قَالَ 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 قال فعلتها إذا وأنا من الظالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين صدق الله العلي العظيم يقرؤون ويرتقون ونرتقي معهم عند كل آيتي يقرؤونها نعم شكرا جزيلا للقارئ أحمد البدري من العراق حياكم الله وأسأل الله لكم التوفيق والعافية الحائز على الماجستير في العلوم الإسلامية شيخ عمر تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سبيلنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحمد عاد البدري كنت بدرا في تلوتك وأجدت وأمتعتنا وشنفت أسمعنا ولينت قلوبنا لتلوتك ما شاء الله تقبل الله منك وجعل تلوتك ثقلا في ميزان حسنتك ولكن هذه التلاوة فقط لا تخلوا من بعض الهنات ليست ملاحظات وإنما هنات فقط تزيد حسنا وإتقانا وجودة وجمالا فمثلا انت به للعين فلا نقول معاكم معاكم نعلم أن العين من حروفي التوسطي كذلك رخاوة الحروف عندما يكون الحرف رخوا حتى نعطي زمنه ولبثت فينا لنقول ولبثت فينا فلديه زمن فنعلم أن زمن ساكن رخوا أطول من زمن المتوسط والمتوسط أطول من زمن الساكن الشديد وتجنب السكتات بين الكلمات ولبثت فينا إذن كأنها سكت وهنا لا توجد سكت ونعلم أن السكتات لها مواضعها ولها توترها فأحسنت صنعا وبارك الله فيك وزادك الله حسنا وإتقانا وجمالا لأدائك للقرآن الكريم شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الشيخ باسم العابدي تفضل حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله أستاذ أحمد عزيزي الله يبارك بيك أنتم كما ذكر الأستاذ محمد أنكم درستم الماجستير في علوم القرآن أو العلوم الإسلامية وإن شاء الله تنفذون إلى النص القرآني وتدخلون إلى روح النص وتدركون الدلالات المعرفية في النص القرآني من خلال دراستكم أنا سمعت أنكم أصبتم بحادث أو الشيخ القبيل بحيث فقدتم صوتكم وقرأتم هذه الآيات التي تنسجم مع هذه الحالة قرأتم في الآية ويضيق صدري ولا ينطلق لساني هناك توافق بين هذه الآية وبين ما حدث لكم ماذا حدث لكم؟ نعم هذا أمكن أن أستاذ أحمد والله يعني صالي تقريبا أكثر من حدود كم شهر صار عندي مشكلة بالأوتار صار عندي ورم هنا ما زال الورم موجود وأنا مع وجود هذه المشاكل الموجودة أقرأ يعني فقط أسيطر حتى السوت لا ينشز وإلا ليست القراءة اللي أطمح بها ولكن يعني ماكو طبيب ما رجعته يعني الوخز بالأبر والنتلي الكهربائي لحد ما ما عرفوا شون السبب هذا الورم الموجود ونسأل الله بحق القرآن أتشافى وأن يتشافى كل مريض وكل قار يعني ملاحظة على الرغم من هذا المرض الذي أنتم فيه إلى أنه تأهل واشترك وأصر على هذه المشاركة ما شاء الله ما شاء الله أستاذ أحمد أسأل الله لكم العافية سيد حسنيا الحلو في خدمتكم أستاذ أحمد تحية طيبة إلك وأنا ما عندي ملاحظات بقدر ما أذكر خواطر كثيرة عن أستاذ أحمد له صولات وجولات في المحافل القرآنية طبعا هذا الأداء اللي أدى أكيد أداء مبارك واحتراف عالي ومشهود له نعم ولكن في المحافل وقبل الإصابة كما فاجأنا الدكتور باسل العابدي نعم وذكرنا أستاذ أحمد فكانت له جولات يعني فوق الرائعة في المحافل القرآنية طبعا تلاوة وإنشادا لكن في التلاوة يعني حقيقة الجمل اللي كان يؤديها والقالب اللي كان يؤديه بشكل عام كان يبهر الجميع أنا أتمنى للموفقية إن شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى أنت أهل المرحلة القادمة نسمع أحمد البدر السابق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لا لا هيترفع من درجاتك ما عنده إن شاء الله نعم إن شاء الله يرتفع في الدنيا ويرتفع في الآخر إن شاء الله إن شاء الله الصوت جميل ورائع ورغم أنه متعرض لهالمحنة هذه إن شاء الله ربي بيعافلنا ياك إن شاء الله تؤدي أجمل إلى المراحل القادمة إن شاء الله إن شاء الله سيد كريم الله يشافيك أحمد تمكن راقي وحرفي بالتنقيم شوية تزامن مع الارتباك والتحفف فالله يوفق إن شاء الله والأهم إحساس الجميل وصل إحساس أحمد وصل إحساس الله يحفظ إن شاء الله ويشافي يا رب شكرا جزيلا الشيخ محمد فهمي أصفور الله يسلمك خبيب حياك الله أخي أحمد الله يبارك في عمرك وإن شاء الله نسأل الله لك الشفاء العاجل صراحة أمتعنا بقراءته ولا يعني لا أحب أن أزيد عن أستاذي وشيخي الدكتور عمر فقط يعني لاحظته عندكم فقط في ركن الفصاحة طرعيد المدود شوية يزيد عن حده ونحن قلنا لا بأس بالأمر ما لم يخرج القرآن عن حده وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم أن تكونوا ممن يتبع حدود القرآن ويلتزموا به ويجعله لكم زخرا وشفاء حبيبي الله يبارك في عمرك شكرا جزيلا لكم أستاذ أحمد البدري أنت بدر بشكلك وبأدائك وبنقاوتك نسأل الله لك التوفيق شكرا جزيلا لكم أيضا لكم أحسن لكم